تسعى واشنطن إلى الإمساك بكل الخيارات في تعاملها مع الملف النووي الإيراني الإدارة الأمريكية تحدثت عن ميل إيراني للعودة إلى طاولة المفاوضات وهو ما يدعو له البيت الأبيض لكن واشنطن تتمسك في الوقت نفسه بسياسة الضغط الأقصى على طهران من خلال العقوبات فكيف تنعكس هذه الخيارات على التطورات في الشأن الإيراني؟ بين التفاوض وعدم التصعيد والضغط وصولاً للتفاوض تبقي واشنطن على خياراتها دون تغيير كبير في التعامل مع ملف إيران النووي وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر تحدث عن وجود مؤشرات على ميل إيران للعودة للتفاوض غير أن أسبر شدد على أن إيران لا تزال هي التهديد الرئيس في منطقة الشرق الأوسط كما تعلمون فأن إيران تدعم الحوثيين في اليمن وهم يقومون بإطلاق الصواريخ كل يوم شمالاً باتجاه المملكة العربية السعودية الأمر الذي يسبب الكثير من الدمار والإطراب إيران تمول الميليشيات بدءاً من العراق مروراً بسوريا وبالطبع في لبنان تصريحات أسبر يقابلها مواقف في البنتاجون تتمسك باستمرار الضغط لإجبار طهران على التفاوض ويترجم موقف البنتاجون توجه الرئيس دونالد ترامب بعدم الرغبة في مواجهة عسكرية وقبول طهران التفاوض وفقاً لشروطه وعدم رفع العقوبات عنها غير أن سلوك إيران وأحدثه إعلانها بدء المرحلة الثالثة من التخلي عن التزاماتها في الاتفاق النووي يزيد المخاوف من الاتجاه نحو مزيد من التصعيد وهو ما عبرت عنه ألمانيا أحد وأكثر الدول دفاعاً عن استمرار الاتفاق النووي تابعنا بقلق إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن طهران لم تعد ملتزمة بقيود وضوابط الاتفاق النووي ونطالب إيران بالتوقف عن دفع الوضع لمزيد من التصعيد في ضوء الجهود الجارية لخفض التوتر فإن إعلان روحاني لا يعطي الإشارة الجيدة الانفتاح الأمريكي على خيار التفاوض والقلق الأوروبي على مصير الاتفاق النووي لا يبدو أنه يحدث تغييراً في الموقف الإيراني المعلن وزير الخرجية الإيراني محمد جواد ظريف أعاد التأكيد على أن التزام بلاده بالاتفاق رهن بالتزام الأطراف الأخرى به بين ليل التصريحات وتشددها يبدو أن هناك قنوات أخرى خلف الأضواء لتغيير المواقف أبرزها جهود الوساطة الفرنسية الرامية للتقريب بين مواقف واشنطن وطهران معنا من واشنطن الكاتب من صحفي توم روغان ومن عمان أستاذ تسوية النزاعات الدولية في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني أهلاً وسهلاً بكم ضيفي الكريمين أبدأ من السيد توم روغان كما تحدث وزير الدفاع الأمريكي قال بأن هناك ميل إيراني للتفاوض ما طبيعة هذه المؤشرات التي تدل فعلاً على أن إيران ذاهبة للتفاوض أود أن أقترح بأن أحد المؤشرات ربما بأن المخابرات الأمريكية قد جمعت معلومات عن إيران واقترحت بأن هناك ربما أطروحات في تهران بشأن التوجه إلى التفاوض وأعتقد أيضاً بأن العامل الآخر هو التصريحات من حسن روحاني على الملأ وجوى الضريف أيضاً إلى درجة ما والتي قال فيها بأنهما منفتحان على المفاوضات في ظروف معينة وطبعاً هما طلباً بأن يتم رفع بعد العقوبات ورغم أن ذلك لن يحدث ولكن حقيقة أن الإيرانيين يتحدثون الآن عن التفاوض هو يبدو بأنه تغيير لموقفهم حينما طبعاً بدأت الولايات المتحدة بفرض العقوبات فإن خطابهم كان عدائياً وأعتقد أن التقدير الأمريكي هو أن حملة أو استراتيجية الضغط الأقصى التي وضعت ضد إيران الآن دفعت إيران إلى أن تشعر بأنها ينبغي أن تفاوض حتى تخفف بعض ذلك الضغط دكتور حسن ما رأيك في هذه النقطة هل بالفعل إيران الآن أم يل إلى التفاوض؟ مساء الخير لك وضيفك الكريم ولمشاهدين الكرام لا شك يعني الآن بعد أكثر من سنة منذ أن انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الانسحاب ومنذ فرض العقوبات بدرجات مختلفة على إيران خلقت هذه الأمور واقع جديد باعتقاده ومسألة المفاوضات أصبحت مسألة حقيقية يعني الآن أصبحت أمر محتوم فيه سواء كان من خلال السلوك الإيراني والتصريحات من رئيس الإيراني أو من الوزير الخارجية من خلال قدوم وزير الخارجي الإيراني إلى الجي سيفن وغيره في هذا الأمر التصريحات كلها الآن فمسألة التفاوض أصبحت حقيقة وحقيقة على عرض الواقع الأطراف تتفاوض لكن عبر الطرف الثالث في هناك ثيرت بارتي يعني في هناك الطرف الثالث شفنا منذ البداية كان في أطراف لكن الآن الطرف الأكثر فاعلية في هذا الجانب هو الموضوع الفرنسي وشفنا في اجتماع الجي سيفن وحضور ضريف وموافقة الرئيس الأمريكي وكل هذه الأمور لا بل عندما طرح الرئيس الأمريكي إمكانية واستعداده لمقابلة روحاني وكل هذه الجانب باعتقادي أن إيران موضوع التفاوض أصبح مقبول لديها حقيقة لكن الآن المشكلة في شروط التفاوض ما هي القضايا التي سوف تطرع عليها مسألة العقوبات وغيرها في هذا الأمر لذلك نستطيع أن نتحدث الآن في مرحلة تمهيدية خلينا نسميها مرحلة تمهيدية تفاوضية عبر طرف ثالث لم نصل إلى مفاوضات ثنائية مباشرة في هذا الجانب وهذا ما يسعى إليه الأمريكان بالمناسبة الأمريكان يسعون إلى مفاوضات مباشرة مع إيران إيران تفضل أن يكون هناك أطراف أخرى خاصة الأوروبيين والاستراتيجية الإيرانية واضحة بهذا السياق الاستراتيجية الإيرانية منذ البداية تشرك الأوروبيين ترسل الكرة في ملعب الأوروبيين تعتبر أن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق وأيضا مشكلة أوروبية الحفاظ على كل هذه الجوانب يعني هذه الاستراتيجية الإيرانية ومن خلال أيضا التصعيد التكتيكي التدريجي سواء بتقليص الاتزاماتها سواء بافتعال حادث هنا وحادث هناك كل هذا بنهاية المطاف باعتقادي إما أنه لخلق تصدع في الموقف الأمريكي لإجبار الأوروبيين على استمرار في الاشتباك بهذا الجانب وخلق ظروف تساعد إيران وتحفظ ماء الوجه على الدخول في العملية التفاوضية سيد توم روغن يعني بعض المتابعين ربما للشأن الملف النووي الإيراني يقولون بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تسعى للتفاوض مع إيران وليس العكس ويستدلون على ذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم ترد على طهران خصوصا في حوادث وقعت في الخليج العربي في مضيق هرمز وبالتالي فإن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تبعث بالوساطات يعني يتحدثون عن وساطة لرئيس الوزراء الياباني يتحدثون عن وساطة عمانية وأخيرا الوساطة الفرنسية التي يبدو أنها بدأت تحرك الأمور أليست الولايات المتحدة الأمريكية هي من تسعى للتفاوض وليس إيران؟ ما رأيك؟ أعتقد أن الولايات المتحدة لديها مصلحة في المفاوضات لأنها تأمل بأن هذه المفاوضات ستفعل ما يريده الرئيس ترامب وستحققه وهو بأن يحصل على اتفاق نووي أفضل يمنع إيران من الحصول على السلاح النووي إلى الأبد ويمنعها أيضا من تطوير برنامجها الباليستي أيضا لإطلاق صواريخ نووية ورؤوس نووية وطبعا هذه هي المبادئ الأساسية بدلا من النقاط الخمسة عشر التي ذكرها بومبيو إذن الولايات المتحدة لذلك تريد التفاوض ولكن أعتقد بأن الشيء الضروري هو ولماذا الآن إدارة ترامب حافظت على هذه الضغط من العقوبات على طهران هو حاجة إيران لأن ترفع المعاناة الاقتصادية التي تعاني منها الآن وهذا هو ربما المحرك الرئيسي باتجاه المفاوضات أعتقد أن الرئيس ترامب قد قيم بأن إيران ببطء تتحرك إلى ربما موقف تتفاوض فيه بناء على مصلحتها وطبقا للشروط الأمريكية ورغم أن هذا لا يبدو كذلك ولكن العامل الرئيسي هنا هو أن الاقتصاد الأمريكي قوي جدا اليوم لدينا بيانات اقتصادية تظهر ذلك أما اقتصاد إيران فهو العكس تماما الاقتصاد بسبب العقوبات الأمريكية على حافة الانهيار إذن هذه الركيزة الأساسية تعطياني الولايات المتحدة مرونة لتحديد المفاوضات وشروطها بدلا من إيران إذن نعم أعتقد أن الولايات المتحدة تحمل الأوراق ولكن كما قلت الرئيس ترامب لا يريد أن يدخل في أي عمل عسكري ضد إيران لأنه يعتقد بأن حرب العراق كانت طبعا خطأا جسيما ولهذا لم نرى أي ردود عسكرية مثلا على إسقاط طائرة الدرون الأمريكية ورغم أن طبعا ربما أن الخطوط الحمر بالنسبة للولايات المتحدة هي مقتل أمريكيين على أيدي إيرانيين ولكن أعتقد بأن إيران هي التي ربما تتجه التفاوض أكثر من الولايات المتحدة دكتور حسن ما رأيك من يسعى للتفاوض أولا واشنطن أم إيران من يصرخ أولا برأيك يعني هي في البداية خلينا أوضح الرغبة في التفاوض والطلب هو كان أمريكي إيران قبل العقوبات تحدثت عفوا الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت عن ضرورة إعادة التفاوض على الاتفاق لأنه بالنسبة لإدارة ترامب هذا الاتفاق كان سيء وبالتالي يجب إعادة فلذلك إذا بنتحدث من حيث الناحل الرأيي في البداية كانت الولايات المتحدة طالب بإعادة الآن إيران كانت ترفض الولايات المتحدة الأمريكية قوة كبرى تمتلك كثير من الوسائل وضفت كثير من الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية واللي أشهرها العقوبات الاقتصادية بهذا الجانب فبالتالي حزم هذه العقوبات الاقتصادية والوسائل الأخرى أتت ثمارها بمعنى أدت إلى ضغط هائل على إيران ولذلك نرى في البداية إيران لم تكن تتحدث عن تفاوض وكانت إذا بنرجع إلى الخلف معظم تصريحات القادة العسكريين المرشد الرئيس الإيراني أن إيران لن تذهب إلى التفاوض وأن هذا هو أفضل الاتفاق لكن بعد مرور أكثر من عام نجد أنه حصل تصدع في الموقف الإيراني نتيجة بالأساس نتيجة للجوانب الاقتصادي والعقوبات وثانيا نتيجة لعدم قدرة أوروبا على تقديم بديل لإيران من أجل لفلات من العقوبات بهذا الجانب بهذا الاتجاه إضافة باعتقادي أن حتى الصين وروسيا لم توفر البدال في هذا الأمر وتشكلت قناعة عند الإيرانيين بأنه في نهاية المطاف لا بد من الحديث مع الأمريكان خاصة أن هناك مثلا أيضا في كثير من الناس يعتقدوا بأن ترامب قد يفوز في دورة ثانية وإذا ما فاز في دورة ثانية على العكس سوف يستطيع حينها أن يمارس أقصى درجات الضغط على إيران بهذا الاتجاه لذلك بدأنا الحديث عن المفاوضات والآن أنا بالتقدير الخاص هو اللي ممكن تصير التفاوض عليه شروط العملية التفاوضية بدون نوع من أيضا كمان بعض الإجراءات أو الخطوات اللي ممكن تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية اللي تعطي نوع مخرج لإيران لذلك رأينا مثلا إيران حاولت تصاعد تكتيكي يعني استخدمت تصعيد تكتيكي محاولة لإيجاد مخرج هذا المخرج يؤدي إلى عملية تفاوضية في هذا الجانب في هذا الاتجاه أما وأنه أيضا العقوبات الأمريكية بدأت تزداد يعني نحن نتحدث عن حزم كل فترة في هذا الجانب ونتحدث عن اقتصاد إيراني تحت ضغط هائل في هذا الجانب لذلك الآن كل الحديث ويمكن نجاح الجزء اللي حققته دكتور حسن يعني كان هناك تسريبات تتحدث على أنه ربما سيتم تخفيف العقوبات لأنه في السابق السؤال موجه لسيد توم في السابق كانت إيران تشترط الجلوس على طاولة المفاوضات بتخفيف العقوبات هل وجدت إيران أي تطمينات خصوصا مؤخرا بتخفيف هذه العقوبات للذهاب إلى هذه المفاوضات لا إيران لن تحصل على رفع للعقوبات من الولايات المتحدة حتى تعود إلى طاولات المفاوضات وهذا لأن الولايات المتحدة تعتقد بأن سبب الرئيسي لحديث إيران عن المفاوضات هو العقوبات الموجودة إذن تخفيف العقوبات قبل أن تحصل على شيء ملموس من إيران سيكون بربما نزع النفوذ والورق الرابحة التي في أيدي الولايات المتحدة وسيكون هذا خطأا جسيما وأعتقد بأن الرئيس ترامب ووزير الخارجية بومبيو والبنتاجون ووزارة الدفاع كلهم الآن متحدون بالقول بأن حملة الضغط هذه ينبغي أن تستمر أعتقد أن ما نراه في هذه التسريبات أو ما رأيناه والتي هو أن الفرنسيين وراء الكواليس يحاولون أن يقدموا لإيران ربما طرقا بمثلا بقروض بالأموال ويقترحون وربما يبالغون ربما في القول بأن إدارة ترامب ربما ستغير سياستها ولكن أنا لا أعتقد بأن الولايات المتحدة سترفع أي من العقوبات قبل بدء المحادثات هو ليس الحديث فقط عن الولايات المتحدة الأمريكية لأنه واضح أن واشنطن ذاهب في سياسة العقوبات الأقصى على إيران ولكن دكتور حسن المومني في هذا الإطار أوروبا هي التي بدأت تتحدث عن تخفيف عقوبات غير معلن في الآونة الأخيرة وترحت مبادرة ما يسمى النفط مقابل الغذاء في سيناريو مشابه لسيناريو العراق ألا يمكن أن يكون هذا بشكل أو بآخر هو من شجع طهران على المضي في التفاوض مع الإدارة الأمريكية ما رأيك يعني هي في مواجهة وفي هناك طرف ثالث اللي هو الطرف الأوروبي أو خلينا نسميها ترويكا الأوروبية صحيح فرنسا ألمانيا بريطانيا وبذات فرنسا في هذا الجانب وأنت تعلم أخي العزيز أن المفاوضات والدبلوماسية يعني يكون فيها تقديم مشاريع مقترحات وكل هذه الجوانب وكل هذه الاتجاه وأنت كوسيط عليك تقديم هذه المقترحات والعروض فلذلك الفرنسيين تقدموا بهذا العرض اللي هي في المناسبة يعني أمريكا رسميا ما رفضته يعني رسميا بهذا الجانب لكن يعني لم توافق عليه في هذا الإطار فلذلك أنا باعتقادي أنه إحنا ما نشهد الآن نشهد وساطة مفاوضات بوساطة فرنسية أو غيرها الأطراف مشتبكة مع بعض البعض في هذا أمر وبنفس الوقت تستخدم الوسائل التي توظفها يعني الآن يجب النظر إلى العقوبات الأمريكية ليست كغاية وإنما كوسائل وسائل مكنت الوليات المتحدة الأمريكية من يكون لها لفرج من يكون لها تأثير بهذا الجانب وسيطرة على المواجهة في هذا الاتجاهات والطرف المتضرر حقيقة هو إيران بهذا الاتجاه فلذلك أنا لا أعتقد أن جهود الوساطة سوف تنقطع بهذا الجانب يعني ما يميز أي مواجهة ما يميز أي عملية تفاوضية هي ديناميكيتها في هذا الأمر وهناك مجموعة من الحوامل بتأثر عليها في هذا الأمر الآن ترامب حقيقة يمكن على المستوى الشخصي دائما يفضل الاتفاقيات الثنائية الاتفاقيات التي تعطي أفضلية ويسجلها إله بهذا الجانب لذلك هو مثلا اليوم أو مبارع تحدث عن أنه وليس بحاجة إلى وساطة وإلى الطرف الثالث مع الإيرانيين بهذا الأمر ويدفع باتجاه أن تكون هلالك مفاوضات مباشرة ضمن الشروط الأمريكية لكن خليني أحكي شغلي معينة يعني بغض النظر قديش درجة تصلوا بالأمريكي لكن أيضا الأمريكان يعني يعو بأنه لابد إلى حد ما في مرحلة معينة تقديم شيء أو خلق نوع من الثقة المتبادلة مستوى نوع من الثقة اللي الأطراف تيجي تتفاوض مباشرة يعني لا أعتقد بأن الأمور يعني ما يسمى في اللعبة الصفرية لن تؤدي إلى نتيجة يعني زيرو صمقيم هل قدمت أي شيء دكتور حسن هل اجتمست أنه قدمت أي شيء زيرو صمقيم لا هي لم تق... لا لسه ما قد... يعني المعلن لم يقدم لكن في نهاية المطاف يعني أنا لا أعتقد إيران سوف تذهب إلى إيش بيسموه زيرو صمقيم سوف تقوم بتقديم كل التنازلات مقابل لا شيء وأعتقد الأمريكان هم أزراشين الأكثر كلاعب عقلاني كلاعب كذا لا يتوقعوا بأن إيران تيجي تعمل كل شيء وما تحصل على شيء بهذا الجانب يعني زيرو صمقيم أعتقد مش رح تمشي يعني في هذا الجانب سيد توم ما الشيء الذي يمكن أن تقدمه واشنطن كبادرة حسن نواية لإيران للمضي في هذا التفاوض هل تمت من تنازلات يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة ليس عمليا أعتقد أن ما يستطيعون فعله ربما هو مفاوضات هادئة ومخفية وليست على الملأ مع إيران ويقول لهم إذا كنتم مستعدين لأن تفعلوا هذا وذاك كخطوات مبدائية فإننا سنفعل خطوات كذا وكذا وربما رفع بعض العقوبات ولكن ينبغي أن يكون هذا في ذلك في تلك المفاوضات وراء الكواليس حتى يحصلوا على أي رفع للعقوبات ولكن لا أرى كيف يمكن للولايات المتحدة أن تعطي إيران رفعا للعقوبات وتمنحها ذلك من دون أن تقدم إيران تنازلات لأننا لو فعلنا ذلك فإن إيران سيكون لديها أسباب وجهها لأن لا تقدم أي تنازلات لأنها ستسعر بأن الولايات المتحدة قد فقدت عزيمتها للاستمرار في جهود العقوبات والضغط عليها وهذا أيضا يعتني سارة لإيران بأن الأمريكيين لا يعرفون مدى صعوبة الوضع الاقتصادي في إيران لأنه حتى الساعة بكل تأكيد الولايات المتحدة كانت واضحة بإدراك طبعا الظروف الاقتصادية في إيران وبأن هذا طبعا يعتبر نجاحا أمريكيا في السياسة تجاه إيران إذن أي رفع للعقوبات قبل أن تمنح إيران أي تنازلات ملموسة ومعتبرة سواء مثلا بالتفتيش أو غيره فلا أعتقد بأنه سيكون شيئا ستنظر فيه الولايات المتحدة الولايات المتحدة تشعر بأن الشروط الأمريكية وبأن كل الأوراق الآن في أيدي الولايات المتحدة وهي الطرف الأقوى والإيران هي التي ستريد تفاوض أكثر من الولايات المتحدة دكتور حسن رغم الأجواء الإيجابية التي خلفها ربما مؤتمر جي سيفن في فرنسا لكن واشنطن ماضية في بناء القوة البحرية اليوم هناك إسبر وزير الدفاع الأمريكي في بريطانيا وسيكون في فرنسا وبالتالي يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ماضية في بناء هذه القوة البحرية في مضيق هرمز هل تعتقد أن هذه الخطوات ستساهم في بناء الثقة أم أنه سيعقد الأمور أكثر فأكثر ما رأيك سواء كان الخطوات السياسية والدبلوماسية كلها وسائل الموضوع العسكري والبناء العسكري هو حقيقة أيضا سيخلق ضغوط إضافية بهذا الجانب أنت تعلم موضوع البناء العسكري في القليج جاء ردا على الخطوات التكتكية التي تخذتها إيران من مهاجمة السفن وغيره في هذا الجانب في هذا الاتجاه فلذلك هنا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكيين ماشي على مبدأ دبلوماسي باكت باي فورس يعني الحراك الدبلوماسي مدعوم بالقوة سواء كانت قوة اقتصادية عسكرية وغيرها في هذا الجانب في هذا التجاه بالمناسبة يعني حتى في أرقى درجات المفاوضات حتى لو كان هناك في مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكان قد يلجأ الأطراف إلى نوع من التصعيد التكتيكي قد يلجأ هنا لدعم موقف وكل هذه الجوانب الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمى تمتلك من الوسائل توظف الوسائل في المفاوضات في هذا الجانب في هذا الاتجاه مثلا أضرب لك مثال لو أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية هناك ميزان قوة متساوي لرأينا وضعا مختلفا في هذا الجانب في هذا الاتجاه لكن واضح الآن إذا بنتحدث عن ميزان القوة سواء كان العسكري والاقتصادي لذلك الآن باعتقادي البناء العسكري الأمريكي والدولي في الخليج سوف يحيد ورقة إيرانية كانت تضغط باتجاه موضوع سلامة وأمن الملاحة البحرية في الخليج لأن تحيد هذه الورقة الإيرانية قد يضيف ضغط آخر على إيران وبالتالي يقناعها بالقدوم إلى المفاوضات بشكل مباشر في هذا الاتجاه فلذلك خلينا ننظر إلى هذه الوسائل كوسائل من أجل غاية وهي الغاية التوصل إلى اتفاق مع إيران ولكن أنا يمكن أن يساهم في تفجير العملية التفاوضية برمتها دكتور حسن هذا هو السؤال لا أعتقد أنه تفجير يعني خلنا نحكي لك شغل معين هناك بناء عسكري هناك كذا لكن لا يوجد هناك رغبة في مواجهة عسكرية جاملة لا من قبل إيران ولا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأعتقد الإيرانيين يعني عندهم قناعة بأنه في نهاية المطاف الحرب ليس من مصلحتهم حرب شاملة بهذا الجانب والولايات المتحدة الأمريكية يعني الآن بعد أكثر من 15 سنة من تدقلات في أفغانستان في العراق حرب على إرهاب كل هذه الأمور المزاج الأمريكي العام لم يعد باتجاه التدقل الإدارة الحالية الأمريكية هذه ما عندها رغبة في التدقل في هذا الأمور لذلك خلينا نحكي في السياق العسكري ما زالت في السياق التكتيكي في هذا الجانب البناء العسكري في الخليج هو من أجل تحييد ورقة إيرانية كانت تضغط فيها باتجاه أمن وسلامة الخليج في هذا الجانب في هذا الاتجاه فقد تكون إذا ما تم بناء هذه القوة العسكرية وأصبحت فعالة هذا ضغط إضافي على الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا هناك خلينا نحكي إلى شغله ماذا لو صار في تغيير في الموقف الأوروبي اللي هو تقريبا إلى حد ما يتفهم وجهة النظر الإيرانيين ماذا لو صار تغيير في الموقف الأوروبي باعتقادي هذا أيضا سوف يشكل نوع من الضغط على إيران وبنهاية المطاف لا تمتلك الأطراف إلا أن تجلس على طاولة المفاوضات وسعيتها خلينا نحكي شغلي معينة يعني ليس بالضرورة في وضع زي هيك هذا الجانب سيد توم ما رأيك إلى أين يمضي مصار العملية التفاوضية هل يمكن أن نرى في الأفق مصافحة بين ترامب وروحاني ما رأيك أعتقد أن هذا محتمل نعم طبعا هذا ربما مستبعد قليلا ولكن أعتقد أن خطة الأولى لأي نحو المفاوضات كما قلت هي من وراء الكواليس بين الطرفين من دون أي إعلانات أو أي أخبار على الملأ حتى يناقش ما يمكن مثلا إذا تحدث عن ربما رفع بعض العقوبات من الولايات المتحدة وإيران يمكن أن تقدم تنزولات مثلا بتفتيش مثلا برنامجها الصواريخ الباليستية وغيرها ربما هذا ربما سيحدث أولا ثم سنر اجتماعا ربما بين روحاني وترامب وربما مصافحة كما حدث مع كيم يونج أون ولكن الخطوة الأولى ستكون وراء الكواليس لأن هذا هو المكان الوحيد الذي يمكن أن يسمح للإيرانيين بأن يقدموا تنازلات بطريقة تسمح لهم بحفظ ماء الوجه ويقول بأنهم لم يقدموا أي تنازلات أعتقد أن هذا هو ربما الصورة الأمثل قبل أي مفاوضات سيد دكتور حسن المومني هل تعتقد بأن الظروف هيئت خلقت لبدء هذه المفاوضات أم أننا ما زلنا بعيدين عن ذلك ما رأيك هو في نجاح جزئي صار في نوع من التقدم أصبحت فكرة المفاوضات مقبولة في هذا الأمر بغض النظر سواء كانت باك دور تشانلز يعني من خلال المفاوضات السرية أو مفاوضات علينية قد تكون المفاوضات السرية ضرورة زي ما حصل في عام 2013 وكانت فيه هناك بعض الدول يعني قد تكون في نهاية المطاف يعني ضرورة لكن هي في نهاية المطاف هي مفاوضات سواء كانت سرية وعليه لكن أنا باعتقادي أنه إذا بدي أخذ تسلسل الأحداث منذ عام ونصف منذ شهر خمسة 2018 عندما خرجت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق إلى وقت الحاضر صار في تقدم كثير بمعنى زحزحة بمواقف الأطراف خاصة بالموقف الإيراني وأيضا التقدم الذي حصل في الجي سيفن يعني الكل يذكر بأن الضريف فرضت عليه عقوبات ومع ذلك الولايات المتحدة الأمريكية قبلت بأنه يجي على الجي سيفن ومبدئيا قبلت حضور أو ضمنيا قبلت حضور بهذا الجانب وبعد ذلك شهدنا تصريحات إيجابية وتصريحات من ترامب بأنه على استعداد أن يقابل روحاني وكل هذه الجوانب وفيه كثير حتى ناس متفائلين كانوا يتحدثوا أنه ممكن يقابلوا أثناء قدوم روحاني إلى الأمم المتحدة أو غيره أو كل كل هذه الجوانب وكل هذه الاتجاهة لذلك فيه هناك أنا باعتقادي الشخصي فيه هناك إلى حد ما قاعدة قد تبدو هشة لكن تم تأسيس قاعدة يتم البناء عليها وتأسيس نقطة بداية هذه نقطة البداية كسرية أو غير علنية يستطيع الأطراف أن يشتبكوا مع بعض وبالمناسبة قد تكون المفاوضات طويلة في هذا الأمر ولا أعتقد أن كل طرف أو أي طرف واحد منذ البداية رح يقدم كل أوراق ويتنازل رح تكون تدريجية وباعتقادي ممكن تكون تدفورتات قطوة مقابل خطوة وهلما جرى إلى أن يبنوا اتفاق ووقعوا اتفاق شكرا جزيلا لك دكتور حسن المومني أساد تسوية النزاعات الدولية في الجامعة الأردنية كنت معنا من عمان وأشكر سيد توم روجنا الكاتب الصحفي كنت معنا من واشنطن